عشان الناحة التانية مثلا هتلاقي في الزمالك محمد عواد زعلان متدايق وده خبر يعني انا بقول لحراجكم خبر دلوقتي محمد عواد بيشوف عروض دلوقتي انه يرحل من نادي الزمالك هتقول ليه محمد عواد عايز يرحل من نادي الزمالك وانا كنت لمحت بالكصة دي مبارح او قلتها بشكل او باخر محمد عواد كان واخد وعد من كارتنون انه اول ما هيشارك اساسي هيفضل اساسي في الفرقة حد ما مستوى ايه اللي فينزل ابو جبل مكانه قبل كاسي الامر الافريقية كان فيه مباراة للزمالك فطالب من كارتنون من عواد ان ابو جبل هو اللي يشارك في هذه المباراة السام بشكل استثنائي عشان يروح المنتخب عشان هو كان في قائمة الاربعين لعب اللي بشكل مبدئي انه ممكن يخشه المنتخب في كاسي الامر الافريقية كان لازم محمد ابو جبل يشارك في هذه المباراة الاخيرة للزمالك في الدولة ادهي محمد أعواد وقتها وقال لا أنا قدما أنا شاركت أساسي أنا من حق أن أنا يبضل في الملعب بس كارتنون وجهاز الفني النادي الزمالك مع استشارة الجهاز الوطني أو الجهاز الفني للمنتخب الوطني شاركوا محمد أبو جبل لما محمد أبو جبل تقلق واكتهد وعمل أداء خرافي في كاس الأول الأفريقية كارتنون تحط في موقف محرج أنه أنا مواعد عواد أنه يشارك أساسي وفي نفس الوقت محمد أبو جبل أحرجني يعني أحرج الجميع كمان يعني ما كانتش من المنطق أنه محمد أبو جبل لما يرجع من كاس الأول الأفريقية كارتنون يعادوا على الدكة بعد كل المستوى المميز ده جمال الزمالك هتلون كارتنون رغم أن محمد عواد كان ماشي بشكل كويس مع الزمالك قبل كاس الأمم وفي كاس الرابطة فالموضوع عمل شوية زعل لمحمد عواد زعل أنا في رأيه مقبول بس ما يبقاش أزمة يبقى زعل أنا لما صدق أتشارك الحارس المرمى تحديدا أولا بيحط رجله في الملعب لما بيصدق وبيحاول يثبت في مكانه خاصة لما يبقى الحارس اللي جنبك حارس كبير برضو زي محمد أبو جبل بس مش أزمة عشان تحط نفسك مكان المدير الفني هيعمل إيه؟ هو الراجل متقلق جدا on fire يعني محمد أبو جبل في أعلى مستوى ليه عموما محمد عواد بيبحث فعلا عروض السعودية عنده عرضين مبدئيين مش عروض رسمية لنادي الزمالك من الاتفاق السعودي ومن النصر السعودي وعنده عرض آخر من نادي في مصر هو بيبحث ويشوف بس أنا رأيي رأيي لو لأي أنا أقول رأيي يعني لمحمد عواد يصبر الأمور بتتغير كل ثلاث دقائق احنا بنتكلم في كاس وامر أفريكي محمد شنوى حارس أساسي محمد أبو جبل ممكن شب يفكر يشارك شارك محمد أبو جبل وشارك محمد صبح كان ممكن محمد صبح يكمل البطولة لو إصابة محمد أبو جبل في البطولة كانت طولت شوية فهي حظك ورزقك ونصيبك سيبه يجيلك من عند ربنا ما تستعجلش ما تاخدش خطوات يبقى فيها عصبية أو نرفزة عشان أنت حارس كبير ومحمد أبو جبل حارس كبير وهي زي ما قلت لكم هي الأزمة دايما لما يبقى عندك اتنين حراس مرمى كبار اتنين حراس مرمى أصف أول تخد بالك الزمالك كان عنده مين بقى كان عنده أبو جبل كان عنده عواد وكان عنده جنش وكان عنده محمد صبح في وقت من الأوقات صعب جدا صعب جدا على أي مدرب أنا طول الوقت محطوط في موقف محرج طول الوقت محطوط في أزمة إن كل واحد من الأربعة عايز يشارك وكل واحد من الأربعة يقدر يشارك فتعمل مشكلة أنا شايف إنه عواد محتاج يزبر شوية طيب